السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النصر السعود النهاردة قدم لنا واب دسمة كروية ممتعة رائعة أمام الفيحاء اللي بيلعب بشكل دفاعي ومتراجع رغم أنه هو اللي محتاج أن يعمل نتيجة اللي إنه خسرا على أرض 1-0 وما عندهش حل من حلين يعني ما عندهش أي حل بديل غير أنه هو يلعب بشكل هجومي لكن ما شفناش النهاردة تصوبات على المرمى من نادي الفيحاء اللي محتاج أنه يعمل أي حاجة المباراة النهاردة بدأت من الجمهور النصراوي العالمي الكبير جدا جمهور النصر النهاردة ونت داخل تتفرج على المطش بيقولك المطش خلصان جمهور رايح يحتفل جمهور خلى اللعيبة تلعب بمعنويات عالية جدا طبعا اللي تتفرج على المطش هيشوف الشكل الجماهيري الرائع المتميز من النصر العالمي النهاردة والنهاردة بتبص اللي بقى خط النص متجانس مع بعضه عبدالله الخيباري مع بروزوفيتش مع أوتافيو التلاتة دول سدين الدنيا كلها سدين العملية خالص وأتافيو بيجيب جون من جملة حلوة أوي أي من يحيا بيلعبها العبدالله الخيباري الخيباري بيلعبها طويلة من وراء المدافعين أوتافيو بيسجلها هدف هدف جملة منظمة مرتبة جملة محفوظة جملة ملعوب عليها كويس أوي كاسترو مذاكر شوية مذاكر كتير كاسترو بيفكرني بالمباراة النصر أمام انتر ميامي لما كسب انتر ميامي ستة صفر مع الرقفة ستة صفر مع الرقفة ولكن النهاردة بقى طبعا انت عارف ان الفيحاء بيميل للشكل الدفاعي بيحاول ان يعد المباراة بأقل الخسايرة ده اللي انا شفتم من الفيحاء النهاردة ان الموضوع عاوز يعدي بأقل الخسايرة بس كانت بيلعب الشوت التاني على مصيبت التسلل هدف سجله كريستانو مراردو وتحسب اوفصايد وكورة كان رايح بها سادي ومانيه وبرضو تحسبت اوفصايد وكذا اوفصايد يعني انت بتلعب على مصيبت التسلل مع فريق كبير عنده سرعات سادي ومانيه وكريستانو مراردو دي شيء غريب شوية وفي الاخر بيستطيع كريستانو مراردو في الدقيقة 85 تقريبا يسجل الهدف التاني وهدف اللي خلص المباراة والمباراة انا زي ما بقولك خلصانة من البداية جمهور النصر خلص المباراة جمهور النصر والحضور الجامهيلي للشكل الحلو اللي موجود النهاردة في الملعب هو اللي خلص الموضوع من البداية خلى مثلا الشكل بتاع جمهور او اداء النادي الفيحاء انت جاي تعمل ايه؟ يعني خلص الجمهور خلص لك الموضوع واده دفع معنوية للعيبة النصر لعبة بشكل معنوي بدأنا نشوف النصر اللي انا من شاماتشين او تلاتة رغم فوز النصر في الماتش اللي فات على الفتح اتنين واحد ولكن المباراة افضل المباراة افضل بكتير والمباراة دي بتقولك ان اعادة النصر العودة للاداء الاجمل اللي احنا متعودين عليه للجمل اللي بتنشوفها بقى بين ساديو مانيه وكريستانو ناردو وبروزوفيتش ووتافيو وتلسكا لو موجود لو عبد الرحمن غريب لو موجود طبعا عبد الرحمن غريب وتلسكا مش موجودين النهاردة ولكن فيه جمل فيه اداء فيه شكل بيغطي الشكل الدفاعي اللي ورا اللي كنا بنشوف عند النصر السعودي هجمات وخطورة على مرمى النصر السعودي النهاردة مش موجودة كاسترو بدأ يحل المشكلة دي كاسترو بدأ يشتغل عليها كاسترو بدأ يديك اداء ويروح مع نواية تانية كبيرة جدا بس بص بقى الكريستانو ناردو يا جماعة الكورة ما بتتعاملش بسن الراجل ده يعني مثلا اقول لك ايه قال لك موضوع السن ده اركنه على جنب اركنه على جنب وحطه في حتة ويسيبك من موضوع ده خالص هدى في العالم الفين ثلاثة وعشرين النهاردة انت قدام واحد بيبدأ سجل هدف المنبراء اللي فاتت امام الفيحاء والنهاردة بيسجل هدف تاني وماشي في مسيرة ان كريستانو ناردو موجود ووقف على رجله ووقف على رجله وبينافس وبينافس بشكل كبير جدا اقوى للعيبة وافضل للعيبة انت النهاردة نما تبص تقول لي اللعيب ده في الاربعينات او داخل الاربعينات او تسعة وتلاتين سنة لها الراجل ده عد الكلام ده خالص فالف مجروق للعالمي الصعود لدور التمانية في دوري عبطال اسيا لسه المشوار ولسه الطموح للوصول النهائي لان النصر السعودي يحتاج هذه البطولة للمشاركة في كاس العالم للاندية هل يستطيع النصر الوصول النهائي وتحقيق اللخب احنا متابعين مع بعض البطولة قوية وكل ما هتدخل على دور التمانية ودور الأربعة والوصول النهائي هتلاقي الموضوع بيزداد صعوبة وصدمات مع فرق قوية جدا وسوف فرق كبيرة نتمنى ان اللاندية السعودية الفرق السعودية تقدم لنا كورة افضل واقوى في النهاية الف مبروك لنادي النصر السعودي وهارضى لك للفيحاء جمهور النصر كنتوا اللاعب رقم واحد كنتوا موجودين بشكل كبير جدا كان ليجوا دافع معناوي وحسستونا بالمباراة حسستونا بالمباراة بشكل كبير جدا الجمهور من اول ما بدأ بيغني واللعبة عملا تعزف في دخل الملعب وفي النهاية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته